تاجر تقي كريم يساعد كل من يحتاج إليه دخل عليه شاب في أحد الأيام في الوكالة الخاصة به وأخبره أن والده كان صديقه وأنه أوصاه أن يذهب إليه في حال احتاج أي شيء وأنه مدين للبنك بمبلغ ثلاثة آلاف دينار واجبة السداد في الغد وليس معه دينار واحد ففتح التاجر خزانته وأعطى الشاب المال وسجل الدين في دفتره وبعد شهور توفي التاجر بحثت أرمالة التاجر في أوراقه وعلمت أن الشاب لم يرد الدين الذي عليه فأرسلت إليه أكثر من مرة تطالبه برد المال لكنه ادعى أنه رد المال بالفعل وأن زوجها ربما نسي أن يسجل حصوله عليه قررت الأرمالة أن ترفع الأمر إلى المحكمة وفي الجلسة لم ينكر الشاب أنه استدان ولكنه أنكر أنه لم يسد الدينه فحاول القاضي أن يجعله يعترف بعدم السداد بعدما شعر بكذبه وذكرته أرمالة التاجر بحديث رسول الله من اقتطع شبرا من الأرض ظلمة طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين ولكن الشاب أصر على رأيه وأقسم على أنه رد الدين فحكم القاضي بالبراءة فقالت الأرمالة حسبي الله ونعم الوكيل إن كنت ظالمة وبعد أيام قليلة مرض الشاب ثم توفي وترك زوجة وابنين وساءت أحوال الأسرة بين هم ومرض كما تعثر الإبنان في دراستهما وبعد شهر من المحاكمة فوجئت أرمالة التاجر بسيدة ترتدي ملابس سوداء وتمسك ابنيها بيديها وتقول لها أنا زوجة الشاب كنت أعلم القصة كاملة وأعلم أنه لم يرد لزوجك الدين وقد طلبت منه أن يرده إليك وإلى الأيتام لكنه رفض وعاقبه الله بحياته مقابل المال ولأنني أخشى على أولادي ونفسي من العقاب جئت إليك بالمبلغ وأرجو أن تسامحيني وزوجي شعرت أرمالة التاجر بالدهشة ووقفت فترة لا تدري ماذا تقول وقبل أن تعود زوجة الشاب مع ابنيها لبيتها أعطتها نصف المبلغ كهدية لابنيها وأقسمت بأنها سامحت زوجها وسامحتها ثم رددت الديان حي لا يموت وهو وحده من يحمي حقوق المستضعفين والأيتام ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يقول الدكتور عبد الحميد القضاه كنت في رحلة لأستراليا لإقامة بعض الندوات في مؤتمر للطب الوقائي الإسلامي وفي إحدى المحاضرات تحدثت عن فضل الوضوء ونصحت الحضور بالتمسك به وبعد المحاضرة تقدم رجل مسلم من أصل الكردي يريد إضافة معلومة واقعية عن أهمية الوضوء في حياتنا وحياة أبنائنا فقال يسكن في منطقتنا طفل مسلم اسمه عبد الرحمن لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره لا يفقه اللغة العربية ولم يذهب إلى المدرسة إطلاقا وكان في المنطقة مركز لتحفيظ القرآن الكريم فحرص الأبوان على دفع ابنهما إلى هذا المركز وكانت المفاجأة للوالدين وللجميع أن عبد الرحمن ذلك الطفل الأمي الذي لم يتعلم ولا يعرف اللغة العربية قد حفظ القرآن الكريم كاملا في شهر واحد فقط فشك الناس في أمر هذا الطفل وفي سرعته الرهيبة في حفظه للقرآن حيث أنه كان يحفظ في اليوم جزءا من القرآن وحتى يتحقق من أمره وسره في الحفظ جمعوا له جميع الشيوخ الأفاضل في المنطقة من الحافظين لكتاب الله كاملا حتى يمتحنوا حفظه وكانوا كلما طلبوا منه التسميع لجزء ما من السورة المعينة يرتل دون تردد أو أخطاء وقد وصل أمره إلى الصحافة التي بدأت تكتب هذا الأمر المثير وسارعوا إلى تصويره وعمل اللقاءات مع أفراد أسرته وخاصة والديه وظلت الحيرة تشغل ذهن الجميع بعدما وجدوا عبد الرحمن طفلا طبيعيا لا يختلف عن أقرانه بشيء حتى تذكرت أم عبد الرحمن أمرا مهما كانت تقوم به منذ زمن وقد أخبرت به الصحافة ولعله يكون السر حيث قالت إن عبد الرحمن دون بقية أبنائي لم أرضعه إلا وأنا متوضية فلعل الله عز وجل كافأني على حرصي على هذه العبادة وهي الوضوء بأن وهب ابن هذه الملكة والمكرمة بحفظ كتابه الكريم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة تبطشها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب وكنت بعد الوضوء أدعو الله بكل قلبي بهذا الدعاء الذي جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وقد علمت هذا الدعاء لابني وأعتقد أن هذه الطهارة الحسية والقلبية هي سبب نبوغه لأن القلب الذي صفى مع الله انطبعت كلمات الله فيه ثم أضافت أم عبد الرحمن وطوال حياتي لم أغضب من زوجي أبدا وكان صدري التاسع لغضبه دائما وذلك ربما كان أيضا بسبب الوضوء الذي أظل عليه دائما حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون مزارع فقير لا يمتلك سوى أدوات عمله وحماره الذي ينتقل به من مكان لآخر يعمل أجيرا لدى أغنى أغنياء قريته والذي يمتلك من الأراضي والممتلكات الكثير وكان هذا المزارع مصابا بداء النظر إلى ما عند الغير وكثيرا ما تمنى أن يتبدل الحال ويملك هو أملاك صاحب الأرض الذي يعمل أجيرا عنده رغم أن هذا المزارع لديه زوجة صالحة تقية وابنة تحفظ القرآن ولا تقل عن أمها صلاحة وكثيرا ما طلبت من أبيها أن يشكر الله على نعمة الصحة وراحة البال ولا ينظر لمن هو أعلى منه إلا لمن يسبقه في أمور دينه كما أن زوجته ذكرته أكثر من مرة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه وما قل وكفى خير مما كثر وألها إلى أن المزارع كان يرهق نفسه دائما بتمني ما عند الغير وقبل فجر إحدى الليالي بساعة نهض الأب من نومه مفزوعة فأسرعت إليه زوجته وابنته وكانت تستغفران الله وتستعدان لصلاة الفجر والمزارع لا ينطق إلا بجملة واحدة لن أنظر لغيري ورضيت بما قسمت لي يا الله وعندما سألته زوجته عما حدث له قال لها لقد رأيت في المنام أنني مت وتعلمين أني لا أملك سوى حمار وحبل وفأس وإذا برجلين يسألاني في قبري من أين أتيت بالحمار وبكم اشتريته ومن أين لك المال وهل أديت زكاته وفي أي أرض يرعى حمارك وهل استأذنت صاحب الأرض ومن أين لك الفأس وكيف حصلت على ثمنها والحبل أين وجدته وهل مال الحبل حلال وهل أجرة عملك تستحقها أم أنك لا تتقن عملك وعشرات الأسئلة وكل ما أملكه هو حمار وفأس وحبل فما يكون حساب لو أخذت ممتلكات وأراضي صاحب الأرض التي أعمل بها والتي لا تعد ولا تحصى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لا والله لئن أظل فقيراً معدماً أرحم لي من ملك الأرض وما عليها فرحت الزوجة والابنة كثيرة وبعد أن هدأ المزارع نهض وتوضأ وذهب إلى المسجد ليصلي الفجر وهو في سعادة كبيرة خاصة بعدما قالت له ابنته هذه الرؤية بشرى لك ولنا لأن الله استجاب دعواتي أنا وأمي لك بأن تكون من القانعين الراضين بما قسم الله لهم وسوف تتحقق قريباً بمشيئة الله دعواتنا لك بأن يرزقك الله الرزق الحلال مع دوام الصحة والرضا وفي الصباح علم المزارع أن صاحب الأرض الثري أصيب بمرض منعه من أكل أنواع كثيرة من أطعمة محببة إليه فحمد الله كثيراً على ما هو فيه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير